بسم الله الرحمن الرحيم كيف فهم شبستري الهرمنيوطيطا وكيف وظفها في قراءة النص الديني الإصلاح الديني له صور متعددة ما هي سمة هذا الإصلاح ومعالمه بحسب طروحة شبستري هذه الأسئلة وهذه الإثارات سنتعرف على إجاباتها بهذه الأمسية الثقافية الجميلة بدءا نرسل أجمل سلام وتحية إلى راعي المنصة السيد عميد كلية الآداء الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدر ناصر المحترم وإلى السادة الأكاديميين والباحثين والمهتمين المحترمين الذين أسعدون بحضورهم هذه الأمسية الرائعة أستاذة الحضور الكريم كل بحسب مقامه ولقبه أسعد الله أوقاتكم جميعا نلتقي وإياكم وإبداع كلية الآداب وجمالها يجمعنا وعلى منصة نادي الكتاب الدولي الإلكتروني بالود والمحبة يسعدنا اليوم أن نستمع إلى قراءة ثقافية تمزج بين الفلسفة والإلهيات بعنوان هرمنيوطيق القرآن والسنة يقدمها الأستاذ المساعد الدكتور هاني عبدالصاحب التدريسي في قسم الفلسفة في كلية الآداب الجامعة البستنصرية أمسية ثقافية فلسفية نتمناها لكم على منصة نادي الكتاب الدولي الإلكتروني وفي البدء أيضا نستمع إلى كلمة رائد المنص الأستاذ الدكتور عبدالباقي بدر ناصر الخزرجي عميد كلية الآداب الجامعة المستنصرية بل يتفضل تفضل دكتور شكرا دكتور ويسام بسم الله الرحمن الرحيم الحضور الكريم أيها الكرام أيها الأحبة كل بلقبه ومقامه الكريم أسعد الله مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الأمسية الثقافية المعرفية ونحن نلتقي مع مبدع من مبدعي أتمنى لكم وقتا وأمسية معرفية ثقافية ممتعة وجميلة وأهلا وسهلا ومرحبا بكم تقديري واحترامي ومحبتي لجميع الضيوف الكرام من الجامعات العربية ومن الجامعات العراقية ومن أساتذة الجامعة المستنصرية وأساتذة كلية الآداب تقبلوا وافر محبتي واحترامي وأدعو أخي وصديقي الدكتور هاني للتفضل بتقديم المحاضرة مشكورا شكرا جزيلا السيد عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور عبد الباقي بدرناصر الخزبجي على كلمته القيمة بحق الأستاذ المساعد الدكتور هاني عبد الصاحب الآن يتفضل السيد الرئيس قسم الفلسفة الأستاذ الدكتور رائد جبار يقدم السيرة العلمية للدكتور هاني عبد الصاحب تفضل الدكتور رائد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابة مساءكم السيد العميد المحترم الدكتور عبد الباقي بدر ناصر السيد مدير منصة كلية الآداب الدكتور وسام البكري أساد الحضور الأعزاء شرفتمونا في هذه الأمسية من كل مكان من الجامعات العربية والعراقية أهلا وسهلا بكم وطابة مساءكم بكل خير وبركة الأخ الحبيب العزيز الدكتور هاني عبد الصاحب هادي الأستاذ المساعد في قسم الفلسفة كلية الآداب وهو تخصصه فلسفة الدين واشتغالاته في هذا المجال وهو قد حاز على شهادة البكالوريوس عام 2006 وشهادة الماجستير في قسم الفلسفة كلية الآداب جامعة المستنصرية 2011 عن رسالته نظرية المعرفة عند الفارابي وحاز أيضا على الدكتوراه في عام 2015 عن أطروحته للدكتوراه طبعا كانت الماجستير نظرية المعرفة عند الفارابي وأطروحته للدكتوراه 2015 عن فلسفة الدين عند بولتريش وطبعا صدرت هذه ضمن مؤلفات الدكتور هاني في كتابين مرموقين من مؤلفاته عن الفارابي وعن بولتريش وتخصصه كما ذكرت فلسفة الدين وهو مختص في هذا المجال في بحوثه ودراساته ومحاوراته التي دائما رائد في هذا المجال وقد كتب بحوث متعددة في هذا المجال أهمها كان بحث التنوير في المعرفة الدينية عبدالكريم سروش أنموذجا نشره في مجلة كلية الآداب وبحث عن فلسفة الدين وسبي نوزي أيضا بحث عن هذه المناطيقة بوصفها أصلا دينيا عند محمد مشتهد شبستري صاحب الكتاب والمحاضرة هذا اليوم وبحثه الأخير عن بواعة الإيمان قراءة في المحتوى الديني عند سوريم كيرك جارت طبعا دكتور هاني في محاضراته وبحوثه دائما يريد أن يدمج ما بين فلسفة الدين بمحتواها الغربي في الفكر المعاصر وفلسفة الدين في الفكر الإسلامي المعاصر وله بحوث في هذا المجال كما ذكرت وهذا الاهتمام وهذا الحرص الشديد منه جعله يقدم هذه المحاضرة في هذه الأمسية عن هرمرطقة القرآن والسنة عند محمد مشتهد شبستري وهما الكتب المهمة وشبستري معروف مفكر إيراني له ريادة مهمة في مجال فلسفة الأخلاق وفلسفة الدين والفكر الإسلامي عسى أن نجد في هذه الأمسية ما يصبو له الأخوة الحضور وأن نستمع لشيء جديد إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة لينير أسماعنا الدكتور هاني مشكوراً بقراءته الموفقة لهذا الكتاب إن شاء الله وأرحب وأكرر الترحيب بكم أحبتي الأعزاء من كل مكان وشكراً جزيلاً لحضوركم واهتمامكم وحصكم الشديد على حضور هذه الأمسية الموفقة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً لأستاذ الدكتور رائد جبار رئيس قسم الفلسفة لتقديمها السيرة العلمية الموجزة والأستاذ المساعدة الدكتور هاني عبدالصاحب الآن يتفضل الأستاذ المساعدة الدكتور هاني عبدالصاحب بيقدم قراءته الثقافية الممتزجة بعبق الفلسفة والثقافة والإلهيات وهي قراءة في كتابه هرمنيوطيق القرآن والسنة وهذا الكتاب من تأليف الدكتور محمد مجتهد شبستري فليتفضل دكتور هاني شكراً جزيلاً دكتور وسامي بسم الله الرحمن الرحيم مرحباً صوت واضح بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله بداية أن السيدة طلية الأداب المحترم أسهد المعاونون أسهد الرؤساء الأخسام التدريسيات التدريسيون كل بحسب عنواني ومقامي الحضور جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً مرة أخرى دكتور عبدالباق ودكتور عميد كلية الأداب المحترم على كلماتي وعلى حسن ظنهي بتدريسيه بكل كلياتي حتى أستغل الوقت عنوان الكتاب هو هرمونوطيق القرآني والسنة وبترجمة أخرى هرمونوطيق الكتاب والسنة لكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أعرش قليلاً على مؤلف هذا الكتاب الدكتور محمد مجدهد الشبستري هو المفكر الإيراني الذي ولسه 1936 في منطقة الشبستر بإيران معروف هو ابن الحوزة العلمية درس قرابة الأسباطع السنة بهم المقدسة لكن فيما بعد حدث لديه انزياح أو نوعاً ما توجه نحو التصوف والفلسفة وعلم الكلام فبالتالي غادر شيئاً ما مساحة العلوم الشرعية عرف بتأثره في بداياته بأستاذين كبيرين الأول هو سيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان والثاني السيد الفميني موسيسة جمهورية الإسلامية هذا من جانب آخر أيضاً يعني تأثرة بجلال آل أحمد بعلي شريعتي بمرتضى مضحري فبالتالي كانت كل هذه الشخصيات لها الأثر في فكر ويعني تكوين شخصية الدكتور محمد مجدهد الشبستري وكذلك حاصل على شهادة الدكتورة بالفلسفة بما بعد في سبعينيات القرن الماضي كل برئاسة مركز إسلامي في ألمانيا تتوجه إلى ألمانيا والأرفمة هذه السنوات التي قضاها في ألمانيا من سنة أقريبة 72 إلى 79 كان لها الأثر أيضاً في تكوين المعرفي تأثرة بشخصيات لابوتية مسيحية مثال بولتاليش كارل بارك كذلك من على الصعيد الفلسفي أيضاً تأثرة بعمانويل كان في قادامير وهذا فيما بعد سوف نجده واضح في مساحة التأولية عندما عاد سنة 79 إلى الجمهورية الإسلامية انتخذ حتى يكون في مجلس الشورى الهيراني وعمل أيضاً في مساحة السياسة لكن يبدو الرجل مثل ما عسف عن العدوم الشرعية والحقهيات أيضاً حدث لديه عزوف عن السياسة وبالتالي قرر أن يحتزل السياسة وتوجه صوب التدريس في جامعة طهران تدريس مادة الفلسفر والتصوف وبدأ يدرس فيها من سنة 1985 إلى سنة 2006 درس بالجامعة درس علم اللاهود والأديان المقارنة وكان له إسهام في عقد كثير من المؤتمرات والندوات العلمية خاصة في مساحة الحوار المسيحي الإسلامي كذلك هو أيضاً من المشاركين في تحرير الموصوع الكبرى للإسلام في طهران بالحقيقة شهرة شبستري ومجرد أن ما أن يؤكر شبستري يعني مباشرة عرف على أنه ذاك الرجل الذي يحرص على توظيف التويلية والهرمناطيخة في العدوم الشرعية والكلامية والفرقية بالإضافة إلى أفكار وموافف اتجاه التردية وحقوق الإنسان والديمقراطية لليوم هي تجد صداها وأثارها في وسط الكثير من المفكرين المسلمين الذين يبحثون عن صية تشريعية إسلامية تتلاء أمور وحل عصر يعني باختصار شبستري من جملة أفكاره هو يحدث على أنه دين هي علاقة الإنسان هي علاقة ما بين الإنسان وربه لا يمكن أن يكون فيما بعد برنامجاً سياسياً مجمل أفكاره اللي طرحها سببت له أو أحدثت له حرج بداخل الجمهورية الإسلامية ولذلك أنا أذكر بأحد المرات أحد الرؤساء السادقين للجمهورية الإسلامية طلب من العلماء أنه تعالوا بيينونا شنو موقفهم من هذا الرجل وطروحاته لأنه فيما بعد بدما يتحدث عن تقيم بوصفة علاقة فردية بين الإنسان وربه ولا يمكن أن يكون برنامجاً سياسياً يعني هذا لربما يسبب إحراج داخل إيران التي تعتقد في نظرية ولاية البقية وعلى أن الإسلام له هذه الشمولية في مساحة الحياة هذا سبب له إحراج فضلاً عن مساحات أخرى ولربما هذا الكتاب اللي ما أحاول أذكر تطبيقاته بخذر ما أذكر الأطر النظرية عبوا لأنه أيضاً إذا ذكرنا تطبيقات تسبب أنه فرد إحراج الرجل هذه الأفكار من حتى على أنه حتى يزاوي كثير من أعماله فبالتالي صارت عليه ضغوط فبالتالي نوعاً ما انتمش معرفياً بدون أن يكون هناك يعني أن يكون له القبول في الساحة العملي فبالتالي فقط في مساحة التعليف أبرز كتب حمد مشته الشبسري هي مثلاً نقد الفهم الرسمي للدين فراءة بشرية للدين في المناطيق القرآن والسنة أو الكتاب والسنة بدخل إلى علم الكلام الجديد الإيمان والحرية بالإضافة إلى مقالات التي ينشرها في صحف يومية ليبرالية جزء من مقالاتها مثلاً التقف الإسلامي وتقف المرأة خصائص الخطاب النبوي نظرية الكراءة النبوية للعالم يعني من هذا الإطار العام نستطيع أن نقول بأنه اليوم حمد مشته الشبسري يصنف ضمن اليسار الإسلامي لليمين المعتدل المحافظ هذا باختصار الشبسري أما الآن إذا ما ردك حديث عن هذا الكتاب مثل منطيق القرآن والسنة أو الكتاب والسنة برابق 350 صبحات وطرحها بصيح محاضرات وبصيغة منهجية أكاديمية وبالتالي فيه طابع يعني فيه طابع التعليم أكتر أكتر مما هو منهج باحتي متكامل تراسة أكاديمية متكامل وبالتالي فيها نوع من الصعوبة أو شيء من الجمود كون الأطار التعليمي بها أطر نظرية بها نوع من الجمود أحاول أو أبطحها وأخذها على طريقة صور أولا السؤال الأساسي واللي هو تحدث أيضاً في مقدمة الكتاب هو يتحدث عن الإصلاح الديني وعثما يتحدث عن الإصلاح الديني هو يعتقد ويختص ويختص صور الإصلاح الديني بثلاثية ولربما هو أيضاً هذا جانب تأثر بالنفس السيحية ويعتقد على أن الإصلاح الديني بقوةه بعنفوانه رأيناه في المنظومة المسيحية وبالتحدث مع البروتستانتية ومع مارك اللوتار لذلك يقول أنا شاهدت أو أستطيع القول على أن الإصلاح الديني داخل المنظومة المعرفية الإسلامية هي لا تخرج عن هذه القولات أولاً ما رأيناه بعنوان الإصلاح الديني داخل المنظومة الإسلامية هي لا تخرج عن هذه القولات أولاً ما انتعى إلى الإصلاح بعنوانه التخليص من البداع التي شوهت معالم الإسلام وشوهت معالمه الأولى الأصلية والحقيقية فبالتالي لابد من العودة إلى الجذور فبالتالي هنا يقول بأنه صورة الإصلاح هي الدعوة إلى تخليص الإسلام من البداع ومن رفع هذا الشعار وحمل هذا اللواه هو ابنتيني وهنا نتحدث عن ابنتيني بغض النظر عن صدق أفكاره أو بطلانها لكن تحسب للرجل على أنه يتحدث على الإصلاح بصورة الخلاصة من البداع ولذلك يقول ابنتيني ويذكر محمد المستهد الشبستري يقول لك الظهرت في الإسلام بدع كثيرة وأنا أريد إزاحة هذه البدع والعودة إلى الإسلام الحقيقي في عصر النبي وهذا معنى من معاني الإصلاح التي يعني وسمت أو رسمت أو انتسقت فيه بالقيم الصورة الثانية للإصلاح التي يلخصها أبو حامد الغزالي بقوله أن علوم الدين اختصرت على العلوم القشرية والصفحية والهدف الأساس للدين الإسلامي هو تطهير النفس والقلب وإنقاذ الإنسان من المبلكات وإرشاده إلى المنجيات وعلم الدين وذلك العلم الذي علمنا كيف نحلي أنفسنا في الفضاء ويقول الغزال في عالم الفقهاء والمتكلمين والقشرين تم أخبال هذه الجوهرة والنواة الأصلية للدين وقل ما يتحدث شخص عن هذه الأمور فينبغي أحياء هذا العلم وبذلك جاء كتابه أحياء علوم الدين فبالتالي الحديث الذي يتحدث عن الغزالي أو صورة الإصلاح الثانية هي إصلاح معنوي للدين أما الصورة الثالثة للإصلاح والمعنى الثالث للإصلاح وهو أكيد يختلف عن الأول والثاني الأول بعنوان الهدع الثالث الهدع الثالث بعنوان أحياء المعنوي داخل الدين الثالثة لا. الثالثة هي خراءة جديدة للدين أو إعادة فهم الخطاب الديني أو الفهم الديني. وبالتالي هذا النوع الثالث هو ناظر إلى الإنسان بعنوانه المعاصر وإلى التطورات والتغيرات والمستجددات وكل ما يحدث بإضافة راهنية الإنسان مع هذه الحروب ومستجدداتها. فبالتالي الإصلاح الثالث هو إعادة إنتاج الفهم الديني. وبهذه المساحة ينتمي محمد مشتهي الشبستري إلى هذه أو إلى الإصلاح الثالث وهو إعادة إنتاج الفهم الديني أو إعادة فراءة الفهم الديني. لكن إذا ما نتحدث عن عن محمد مشتهي الشبستري وهو يتحدث لنا عن صور الإصلاح الديني ويفكر لنا ثلاث نماذج وبالتالي يصنف نفسه في النموذج الثالث وهو إعادة التاج الفهم الديني وإعادة فراءته فبالتالي أنا أسأل هذا السؤال أولا. يا شبستري أنت ماذا تقصد بالفكر الديني لأنه حتى في هذه المساحة له قراءة جديدة. فبالتالي يقول محمد مشتهي الشبستري. أنا لا أقصد بالفكر الديني هو امتلاك تصور فلسفة حيال العالم ولا أقصد بالفكر الديني هو الفهم اللغوي بالقرآن والسنة. طيب إذا ما كان لا صورة وتصور فلسفة للعالم ولا كان لغوي بالقرآن والسنة إذا شو تقصد بالفكر الديني؟ تقول أنا أقصد بالفكر الديني داخل متكون من ثلاث أشياء. أولا الإنسان، ثانيا أولا تجربة الإنسان، ثانيا تجربة العالم، ثالثا تجربة طاهرة الوحي. إذا ما اجتمعت هذه الثلاثية، ففي التالي كونت لنا الفكر الديني بمعنى أن الإنسان يعيش تجربته، يعيش تجربته ويفهم لفسه، ومن ثم يعيش تجربة العالم ويطلع عليها ويفهمها، لانتزاج هذين العنصرين يتوجه إلى ظاهرة الوحي ويقرأها بتوافق وتناسق وأضور لكل هذه الثلاثية. تجربة نفسي، والمحيطة بأنني عيش به، العالم بكل تصوراته، ومن ثم أتجه إلى ظاهرة الوحي وهي لا تلعزل عن هذه الثلاثية، التي سبقتها ففي التالي كونتديني هي هذه الثلاثية التي يطرحها محمد مجتهد شبستي. هذا في بداية الكتاب، الآن ننتقل، كما نتحدث عن، الآن ننتقل على أنه كيف راح يوضف المناطيقية، هذا المساحة كيف راح يوضفها في إصلاح الفكرة الدينية؟ أنا شوي راح أطلع من، يعني قبل ما أتقل في مبانيه، يعني أعطفار شعامة للمناطيقية التي تعني فن الوصول إلى الفهم التام للعبارات الشفافية والتحريرية، وهو فن يجتمل على جملة قواعد وهو أشبه في المنظم، ويعين المفسر على إجلاء قوامة النص، وكما يقول قد عقون، وكما يقول فريدريك إشتايم آخر، أن مهمة الهربوناطيقية هي فهم النص كما فهمه المؤلف، بل أفضل مما فهمه، فالهربوناطيقية هي نظرية القواعد التي تحكم التأوين، وهي عملية بك العموز التي تمضي من المحتوى أو المعنى الظاهر إلى المعنى الكامل أو الكفيد، فهي فلسفة فن الفهم، من هنا وقفها الشبستري في مجال الإصلاح الديني بشقه الإسلام، ولذلك إذا ما تحدثنا حتى يعني أجعلت أنه يكون الحديث مو منقطع، وإنما بالسفس الواضحة، أنا عرفت بالشخص وعرفت بما يعرفت بمظهوم الإصلاح، ومن تم عرفت الفكرة الدينية، الآن راح تحدث عن الهربوناطيقية في وصفها فن الفهم، فبالتالي هي أشبه بالمنطق باللغة، يعني تبدأ من الظاهر وتنتهي إلى كوامل اللغة وكوامل النص، أولاً هرموناطيقية النص، هرموناطيقية الكتاب، طبت الكهرباء عندي، بس أنا الحاسبة مشتغلة والنصف يبقى مستمر ميخة، في هرموناطيقية النص، نسمعك، 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 نعم، نعم، في هرموناطيقية الناص، يبدأ هذا الكتاب للوهلة الأولى على أنه محاولة تطبيقية للمنهج الهرموناطيقي على القرآن الكريم والسنة، لكن يعني بصراحة ليقرأ هذا الكتاب لربما يتفاجأ فيما بعد على أنه أكوبون شاسع بين محتوى الكتاب وبين العلوان، يعني الكتاب هو عبارة مثل ما قلت في البداية عبارة عن محاضرات، فبالتالي أعطى المضمون طابعاً تعليمياً تدريسياً، بحيث ما نجد عمل أكاديم ومنسج من الشكل والمضمون تقدر ما نلمس جانباً كبيراً من التلقين والتعليم، ولذلك يبدأ الكتاب بتنظيف شامل لأطلوحات الهرموناطيقية الحديثة والمعاصرة، وهنا ينطلق طبعاً شبستري من مفهوم مركز داخل الهرموناطيقية وهو الفهم، الذي يعتبر الحجر الأساس في فك شفرات النصوص بشتى أشكالها، لكن بطبيعة الحال وبحسب ما يعتقد شبستري أن الفهم يحتاج إلى التفسير، فليس هناك من يفهم المعاني من دون تفسيرها، ولذلك رح يخلينا ثلاث مستويات وثلاث شروط للتفسير، يقول التفسير يتأسس على ثلاثة مستويات، طبعاً هذا الحديث هو موجه لمن يقرأ النص الديني، لمن يقرأ الكتاب، لمن يشرح، لمن يفسر، لمن يحاول أن يفهم الهرموناطيقية، فبالتالي أدواته ببادئة الأمر هو يستند على الفهم والفهم والتفسير، ومن ثم يقول لمن يريد أن يفسر، لابد أن يفسر على هذه خلاتية، أولاً، الفهم الصحيح للنص لا يتمخض إلا عن التفسير، ثانياً، يمكن تفسير النص الواحد بعدة أشكال، ولكل نص وجوه متعددة، ولا يمكن أن يحصل فهم النص بالبداية، مستحيل، ثالثاً، ضرورة تشحيص المعنى الصحيح للنص والاختيار، واستبعاد المعاني والتفاسير الخاطئ، طبعاً هنا، ما يتحدث الشبستري عن هذه الشروط التفسير، نوعاً ما راح تحصل عندنا شيء من الملازمة لمن المطلع على تاريخ الفلسفة، على أنه الشبستري كأنما يعود إلى تصورات، في المصوف الفرنسي والريكور، اللي يربط بشكل وثيغ ما بين التفسير والفهم، طبعاً هناك حتى يتجاوز بفنائية دلتاي، خاصة أن الرجل يعتقد وليم دلتاي على أنه التفسير مجال العلوم الطبيعية، بينما الفهم مجال العلوم الإنسانية، بالعمل فبالتالي ريكور الذي تأثر بالشبستري يعني المعروفة، وهذه المقولة الشهيرة بأنه يفسر أكثر، يعني أن نفهم أفضل فهم ممكن، فبالتالي وهذا ما تجدد ما بين التفسير والفهم من خلال استخدار المغاربات التفسيرية للإشارات والعلامات الكاملة في النصر، تمام، عندما ينتقل، عندما يتحدث عن التفسير ومن ثم ينتقل، يعرض لنا الشبستري على أنه هناك مجموعة من الأركان لتطبيق المناطقية لمن يريد قراءة النص، لابد أن يستحضر هذه الأركان وأن يطبقها كشروط أساسية في قراءة النص، هي طبعاً ذاكرها وبتفصيل واسع وعنيق، يعني المطول أحاول أكثرها، المقاومات الأساسية والأركان اللي يتركها الشبستري، في هرموناطيقية هي أولاً، النقاط الأساسية هي أولاً القبليات أو النسبوقات التهنية للمفسر والدور الهرموناطيقي، والمراد في هذه النقاط، بأن أي عالم أو مفسر أو كاتب لا يستطيع أن يخلق أفكار ومعارفة من العدم، ويصبح آراء ونظريات من الصفر مستحيل، فكل شخص أرادك حصول على معرفة أكثر، فأنه يملك مسبقاً معرفة مجملة لهذه الأمور، فلا يوجد نص من شأنه أن يفهم مرة واحدة، وبدون مقدمة، وبدون التحرك من مرحلة إلى مرحلة أخرى، وتكميل الفهم السابق، والانتقال إلى فهم جديد في المرحلة الثالية، تهاب وإياب وطي مراحل مختلفة في عملية فهم النصر، فهناك دوماً قبليات ومفروضات تهنية في دهن القارئ للنصر، فهمت الوعدية على النصر، وهو خال المعنى، يجب أن يكون هناك قبليات ومسلوخات تهنية لهذه الدورة في التفسير ثانية، التوقعات والميول المرشدة للمفسر، يرى شبستري؟ أن الميول والتطلعات والمحفزات المفسر هي التي تدفعه لاستنطاق النص، وإثارة الاستفهامات على النص، وفهمه هي أحدى أنواع القبليات والمختمات في عملية الفهم والتفسير، إذ إن الإنسان يتحفز للسؤال من داخله، فالمتقوقع، عفواً، إذ إن الإنسان يتحفز للسؤال من داخله، فالمتوقع من تفسير النصوص هو الوصول إلى هدف موجود في بدن الشخص، ويتوقع الحصول على جواب إن له، والنقطة المهمة بهذا التوقع لا يمتد حالة نفسانية فقط، بل يعتبر من مختمات ومحرومات وأهم أنواع الدعوة المعرفية، باختصار طبعاً. ثالثاً، كشف مركز معنى النص، الشبستر يحدد المراد ببؤرة معنى النص، وجهة النظر الرئيسية التي تدور حول محورها جميع محتيات، معطيات النص في الرؤية الأصلية التي تدور حولها جميع المعاني في النص، وواضح أنه من المهم جداً تشخيص هذا الأساس، أي بورد معنى النص، وفهم كل نص باعتبارئي بناء يقوم على هذا الأساس، فالشخص الوحيد الذي يستطيع تفسير نص معين، هو الذي يرى وجود وحده للنص، هذا باختصار. رابعاً، ترجمت معنى النص بالأفق التاريخي للمفسر، طبعاً هذه المطرعة شديدة للحساسية، والحقيقة هنا المراد بأن الأطار التاريخي الذي يعيشه المفسر، يجعل من التجارب مختلفة كلياً، فعندما يعيش المفسر في أفق تاريخي مختلف عن الأفق التاريخي بموجد النص، وتكون تجارب كل واحد منهما عن نفسه وعن العالم مختلفة، فينبغي للعثور على معنى النص بالأفق التاريخي للمفسر، أي، لابد انقيان بترجمة خاصة، ومن المعلوم أن هذه الترجمة ليست الترجمة اللغوية، وإنما هي التجربة، يعني عقل، وإنما هي الترجمة تجارب إلى تجارب أخرى، يعني أثناء، يعني اليوم مثل 2021-2022-1443، في تاريخه، في أفق التقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي وإلى آخرين، يجعل اليوم أقرأ صاحب النص وغايته ومبغاه، واستحفر بياها اليوم، ولكن ما ممكن، يمكن أن أطاق نظرية الشبستري والمحددات التي وضعها، لا بد أن يكون الأفق التاريخي حاضر، وإلا في بداية الأمر، وبرحال على أنه كترة الدين ممتزج من هدية ثلاثية من الإنسان والعالم، حتى يراجع ظاهرة الوحي، وبالتالي لا بد أن تقرأت ذاك الأفق التاريخي، هذا فيما يقص يعني هرمونوطيحي القرآن، الآن أتقل، وأختصر، يعني أنتقل الآن في خراءة الوحي هرمونوطيحي لدى شبستري، يؤكد شبستري على أن معرفة أسرار الوحي لا تتم على الوحي، الوحي لا تتم اعتماداً على الوحي نفسه بطريقة مباشرة، بل تحتاج إلى خراءة ذشرة، فلا أحد يمكنه أن يقبل على الوحي دون مستقات قبلية، فالمعرفة الإنسانية هي العسة الذي يمكن الاعتماد عليه في فهم الوحي، فلا أحد يخرج من بطن أمتي حاملة باستثلالاته معه، والذين يرتبطون بالحقائق عن طريق أنوار الإشراق والعفاق، وكل نادرة، أتمن هنا أهمية تروحة بإخراج الوحي من طابعه المتعالي، وأكحامه في مجال التاريخ، ذلك أن الانتقال من الشفوي إلى المكتوب يحدث تماثاً بين المتلقي والمرسل، ليس هناك، يعني ليس لأن المكتوب يعبر عن شيء آخر غير ذلك الذي يعبر عن الشفوي، بل لأن هذا الأخير أي شفوي يمكنه أن يتلاشى ويندثر، عكس المكتوب الذي يحدث نوعاً من المقاومة، إذنه يمكن نصباً تذكارياً لا يمكن مقاومته، يفتح النص المكتوب آفا،